السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مرة تانية أنا حسام سمير بتاع ديزاين إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض سلسلة الكورس الخاصة بتعلم الفوتوشوب دي تاني حالة معنا نهاردة في الدورة ديات واللي من خلالها هنتعرف مع بعض على نظم الألوان المختلفة كمان هنتعرف على السيغ السور الشهيرة اللي احنا هنتعامل بيها أو هنتعامل معها خلال الدورة ديات بالتالي ده درس النهاردة ويلا بينا أهلا بيكم مرة تانية وقبل ما نبتدي خلونا نصلي على الحبيب عليها أفضل الصلاة والسلام زي ما كلمتك في الحلقة اللي فاتت أو في مقدمة الكورس في الحلقة اللي فاتت عن إن هيكون في جزء نظري الجزء ده مهم جدا إن أنت تكون على علم به لإنها نبني من خلاله حاجات كتير جدا في المستقبل كمان كلمتك في الحلقة اللي فاتت عن التسلسل الهرمي للكورس بتاعنا والمحتوى بتاعه هيكون عبارة عن إيه بالتالي لو أنت ما تفرجتش على الحلقة ديت هسيبها لك فوق في علامة الآية تقدر إن أنت تتبعها وترجع لها مرة تانية عشان تكون ماشي معانا في المرحلة بالتوازي كمان زي ما شفت في مقدمة الفيديو النهاردة في الجزء النظري هنتكلم عن نظم الألوان كمان هنتكلم عن سياغ السور واللي مهم جدا إن أنت كونك مصمم جرافيك أو كونك هتصبح مصمم جرافيك إن أنت تكون على علم بها لإن دي هتكون حياتك قيمة عليها أول حاجة نروح لأول حاجة معانا وهي نظم الألوان مهم جدا إن أنت تعرف إن أي صورة داخل فيها ألوان فهي بتتكون من نظام لوني النظام اللوني ده بنقسم إلى ثلاث حاجات أول نظام معانا هو نظام ألوان الـ RGB Color ثم معانا نظام ألوان الـ CMY Color كمان معانا آخر نوع وهو Gray Scale Color بالتالي مهم جدا إن أنت تعرف التلات أنواع دول بالتفصيل تعرف الفرق ما بينهم وهو ده اللي هنعرفه دلوقتي فنروح لأول نوع معانا نروح لأول نوع في نهزم الألوان وهو الـ RGB زي ما قلتلك النوع ده من الألوان مهم جدا إن أنت تعرف إن هو موجه للويب أو موجه لأي شاشة فول سكرين بمعنى إيه أي ديزاين أنت صممته التصميم ده هيعرض عن طريق الإنترنت أو هيعرض على شاشة موبايل أي شاشة تلفزيون شاشة لاب أي شاشة في الكون أو أي شاشة الإلكترونية فبالتالي النوع ده من الديزاين قايم على نوع نظام ألوان اسمه الـ RGB Color زي ما أنت شايف النظام ده هو بيكون من ثلاث حروف حيث يمثل الـ R تمثل الـ Red وهو اللون الأحمر بينما الـ G تمثل الـ Green وهو اللون الأغدر بينما آخر حرف اللي هو الـ B يمثل الـ Blue وهو اللون الأزرق بالتالي هما دول الثلاث ألوان اللي بيتكون منه من نظام اللوني ده بالتالي نظام الـ RGB Color أنت بتستخدمه في حالة أنت هتصمم تصميم التصميم ده أنت مش ناوي تطبعه ولكنك هتستخدمه على شاشة إلكترونية زي ما تطرقنا هي شاشة تلفزيون أو شاشة موبايل أو حتى شاشة لاب أي شاشة إلكترونية بتستخدم فيها في الحالة ديت نظام الـ RGB Color وده أول نظام معنا مهم جدا أنت تبقى عارفه أن كتير بنستخدمه كنا مصممين جرافيك خصوصا في الأعمال اللي هي خاصة بالـ Web Design أو لو أنك كنت هتصبح مصمم جرافيك خاص بأعمال السوشيال ميديا في بالتالي النوع ده جدا بتقدر أن أنت تستخدمه بكسرة وبكده ده كان أول نوع معنا مهم أن أنت تكون عارفة نروح لتاني نوع معنا في نظم الألوان وهو CMY Color النوع ده بيستخدمه المصممين في حالة أنه هيصمم تصميم التصميم ده هيتتبع سواء التباعة ديت كالتشيرت أو مج أو أي نوع من أنواع الأوراق مدام التصميم دوت اللي إحنا هنصممه هيتتبع بالتالي بنستخدم في الحالة دي نظام ألوان اسمه CMY Color النوع ده بكل اختصار اللي بيستخدمه ألات التباعة أو بيستخدمه مكانات التباعة أو اللي بتتعرف بيه من خلال مكانات التباعة على الألوان اللي إنت بيستخدمها في ديزاين بتاعك بالتالي إيه الفرق الجوهري ما بينه ما بين نظام الRGB Color CMY Color زي ما قلتلك هو بيستخدم للتباعة وبيستخدم في أعمال التصميم اللي هي تتبع بينما الRGB Color بيستخدم للتصميم اللي هي تعرض على ويب أو شاشة كمبيوتر كمان فيه فرق جوهري مهم جدا أن أنت تعرفه أن الRGB Color الألوان بتاعته بيبقى فيها حيوية أو بيكون فيها طاقة بينما الألوان اللي هي بتاعت CMY Color زهده شوية أو الألوان بتاعتها الطاقة بتاعتها ليهلة شوية بالتالي لو أنت عامل تصميم التصميم ده للتباعة ولكنك مستخدم الRGB Color وما اخترتش نظام الألوان السليم اللي هو CMY Color في الحالة دي بعد التباعة بتلاحظ أن أنت كنت شايف الألوان حاجة على الكمبيوتر ألوانها جميلة كل حاجة جميلة ولكن بعد التباعة أصبح التصميم رضيء والألوان مختلفة ده لأنك اخترت من البداية نوع نظام ألوان خطأ أو نوع نظام ألوان مختلف تماما عن نظام الألوان اللي هو مفترض أن تتبعه هو في الحالة دي CMY Color فبالتالي مهم جدا أن انت تتبع عارف أن نظام الألوان اللي هو CMY Color هو موجه للناس اللي هي تصمم تصميم التصميم ده من شأنه هو يتبع عن طريق مكانات التباعة ففي الحالة دي لازم أن انت تتبع عارف النظام دوت عشان هو ده اللي هيكون قيم عليه التصميم بتاعك وما تختارش غلط أو طوع في الخطأ ثالث نوع معنا في نظام الألوان هو Gray Scale النوع ده بكل بساطة زي ما انت شايف هو الألوان وعكسها من الأبيض وسود النوع دوت ما بنستخدمهش كتير نادر ما بنستخدمه ولكنه ليه استخدامه الاستخدامه ده هو بكل بساطة أن انت لو عندك لوجو أو شعار أو عندك عميل عنده لوجو أو شعار اللوجو دوت العميل حابب أن هو يتبعه أبيض وسود ولكنه عايز يحتفظ بالتفاصيل بتاعته يعني اللوجو ما يكونش صحيح على بعضه ويحتفظ بالخواص بتاعته بالتالي من اضطر في الحالة ديت ان احنا نستخدم نظام ألوان اسمه النظام دوت بكل بساطة زي ما قلتلك هو الألوان وعكسها من الأبيض وسود بحيث ان اللوجو يطلع هو أبيض وسود ولكنه محتفظ بالتفاصيل بتاعته بالتالي ده النظام دوت مهم ان انت تبقى عارفه لانه بتستخدمه في الحالات ديت وده نوع شائع جدا للاستخدامه ولكنه ليه استخدام زي ما قلتلك وبكده احنا خلصنا نظام الألوان واللي من خلالها لان احنا عرفنا التلات أنواع الشهيرة اللي احنا بنستخدمها بكسرة داخل برنامج الأدوب الفوتوشوب كنا مصممين جرافيك واللي مهم جدا ان انت تبقى عارفهم وعارف الفرق ما بينهم زي ما شفت ان كل واحد ما بينهم منيه استخدام كل واحد منهم تقدر من خلاله ان انت تبني التصميم بتاعك بشكل سليم لان البداية دايما بتفرق لو انت بادئ صح هتفضل دايما صح فبالتالي كان لازم ان انت تبقى عارف تلات نظم ألوان دول وعارف ايه الفرق ما بينهم وبكده احنا خلصنا الجزء الخاص بالالوان هنتكلم دلوقتي عن سياغ الأشهر واللي مهم جدا ان انت تبقى عارفها وهنتعامل معاها كتير أثناء الدورة ديت او سواء انت مصمم جرافيك وبتستخدم برنامج الأدوب الفوتوشوب الخمس سياغ دول مهم جدا ان انت تبقى عارفهم لان دول الخمس سياغ الأشهر الخاصة بالسور وهما الجي بي جي والبي ان جي والجي اي اف كمان البي اس دي وسيغة الروم مهم جدا ان انت تبقى عارف الفرق ما بين الخمس سياغ دول بالتالي هنشرح كل واحد منهم وهنعرف ايه الفرق ما بينهم اول نوع معانا من سياغ السور هو الجي بي جي النوع ده من السور هو الاكسر انتشارا على الانترنت او الاكسر استخداما النوع ده من السور بكل بساطة هي اي صورة انت تمتلكة سواء الصورة دي عندك عالكمبيوتر او حملتها عن طريق النت او حط في الموبايل الصورة دي كانت عندك والصورة تحمل باج جراوند او تحمل خلفية ففي الحالة دي الصورة دي محفوظة عندك بسيغة اسمها الجي بي جي وهي دي اول صيغة معانا مهم جدا ان انت تبقى عارفها تاني نوع معانا في انواع السور هو صيغة البي ان جي مهم جدا ان انت تعرف ان النوع دوت عكس النوع الاولاني تماما بمعنى ايه الكلام دوت زي ما كلمتك في النوع الاولاني ان هو يحمل خلفية او يحمل باج جراوند النوع دوت نوع يحتفظ بالشفافية بمعنى ايه الكلام دوت تاني نادر هم تلاقي صورة ب ان جي معيها خلفية ولكننها هتلاقي ان الصورة دي ات هي صورة مفرغة او تم قصها دوت زي الصورة او ايه الماتيريال دوت بالتالي هي صورة مفرغة او تحتفظ بالشفافية مع تحصل من عwarz او خلفا النوع ده من سيغة نحن نستخدمه في حالة ان احنا كان عندنا صورة الصورة دي نحملها تعطيتها عليها عملية قص بعد عملية القص حبين انا نحتفز بالعنصر دوت Gross في الحالة دي بنحتفظ به عن طريق البي ان جي عشان يفضل صورة مفرغة او صورة مقصوصة نقدر ان احنا نستخدمها في اي نوع من انواع التصميم مش شرط كمان ان انت عشان يكون عندك صورة بي ان جي ان انت تكون مفرغة بنفسك بال بالعكس انت ممكن تخش على جوجل تكتب اسم اي حاجة انت عايز تبحث عنها وتزود جنبها حرف البي ان جي ففي التالي هينزلك الحاجة اللي انت عايزة صورة مفرغة محاج بجراوند فتقدر تستخدمها في الخلفية بتاعتك وده نوع مهم جدا ان انت تكون عارفه وده تاني نوع معانا ثالث نوع معانا او ثالث سيغة معانا في انواع السور هي سيغة جاي اف مهم جدا ان انت كمصمم جرافك انك تكون عارف النوع ده من السور لان النوع ده بيستخدم بكسرة على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام لان النوع ده هو السور المتحركة واللي كتير بيستخدم في عمليات ديجتال مارتنج او عمليات التسويق الالكتروني بالتالي النوع ده هي عبارة عن اي صورة متحركة او اي تصميم انت صممت في حركة عايز تحفظه وييفضل محتفظ بالخواص الحركة بتاعته او خواص التأسرية اللي هي فيها حركة بالتالي بتضطر ان انت في الحالة ديت عشان تحتفظ بالخواص الخاصة بالحركة او تحتفظ بالخواص الخاصة بتأسير الحركة ان انت تحفظ النوع ده من السور بسيغة اسمها ال جاي اي اف عشان تفضل محتفظة بخواص الحركة بتاعتها وده تاليه نوع معنا الرابع نوع معنا في انواع السور هو سيغة الرو السيغة ديت بكل اختصار اكتر نسبة استخدمها هي الاستوديو بتاع التصوير او اي حد مهتم بمجال الفوتوغرافر هي زيها زي الجي بي جي ولكنها صورة تمتاز ان حجمها كبير شوية والسبب في دوت ان اي صورة بتحتفظ بالخواص اللونية او خواص الدوء اللي كان رايح للكاميرا اسنان ما المصور ده كان بيصور بالتالي هي صورة حجمها كبير تحتفظ بالخواص بتاعتها واكتر من يستخدم السيغة ديت زي ما قلتلك هو استوديو تصوير او حد مهتم بمجال الفوتوغرافر اللي انها صورة تقدر من خلال ان انت تشكلها او تعمل عملية ايديتنج لأي تأثير فيها خمس نوع معانا او خمس صيغة معانا مهم جدا ان انت تكون عارفها هي صيغة البي اس دي الصيغة ديت هي الصيغة المصدرة عن طريق برنامج الفوتوشوب ذات نفسه مهم جدا ان انت تكون عاية في الصيغة ديت لان الصيغة دي اكتر صيغة انت تتعامل معاها كونك مصمم جرافيك لان اي تصميم انت هتصممه وحابب ان انت تحفظه وترجع تعدل عليه في المستقبل ففي الحالة ديت هتحفظه بصيغة البي اس دي زي ما قلتلك لان الصيغة ديت بتقدر ان انت ترجع لها عن طريق برنامج وتقدر ان انت تعدل التصميم بتاعك في اي وقت انت حابب فيه وفي نفس الوقت تكمل من مكان ما انتهيت بالتالي الصيغة ديت هي اكتر صيغة كونك مصمم جرافيك هتتعامل معاها اكتر صيغة هتحفظ بها التصميم بتاعك لانك لو صممت تصميم لعميل ماه حابب العميل ده ان هو يعادل في المستقبل على التصميم بتاعه مش هترجع تبتدي له التصميم ده من البداية او من الاول خالص ولكنك تقدر تبتدي تعدل في التصميم بتاعك مما كما انتهيت بالتالي في الحالة دي لازم تكون حافظ الملف بتاعك بصيغة البي اس دي لان دي الصيغة لتنفيذية الخاصة ببرنامج الادوبي في فوتوشوب واللي في نفس الوقت من خلالها هتأهلك ان انت تقدر تعادل على التصميم بتاعك مما كما انتهيت ودي صيغة مهم جدا ان انت تكون عارفة وبكده احنا خلصنا الجزء ده من الكورس هو جزء خفيف ولكنه جزء مهم جدا ويحمل معلومات كتير مهم ان انت تبقى عارفها قبل ما نخوض في الجزء العاملي زي ما قلت لك لان الجزء ده هتبني عليه حاجات كتير في المستقبل مش ممكن ابدا او ما ينفعش ان احنا نبتدي على البرنامج بشكل عملي وانت مش عارف ايه النظام الالوان ايه النظام اللي انت تستخدمه ساعة اتباعة وايه النظام اللي انت تستخدمه ساعة ما انت تكون هتصامن تصميم للسوشيال ميديا او للويب بالمعنى الصح بالتالي كان لازم انت تبقى عارف التفاصيل ديات كمان مش ممكن ان احنا نخوض في الجزء العملي وانت مش عارف انواع السيغ المختلفة للسور او سيغات الحفز المختلفة للسور بالتالي كان لازم انت تبقى عارف المعلومة ديات عشان لما نيجي للجزء العملي تقدر ان انت تطبق معايا وفي نفس الوقت يكون عندك القاعدة السليمة اللي هننطلق من خلالها في الدورة ديات كمان ما تنساش ان انت تشترك في جروب الفيسبوك اللي سيبولك تحت الفوصف الفيديو لانه زي ما كلمتك عنه في الحلقة اللي فاتت الجروب ده مهم جدا عشان يحصل عملية روتيشن للمعلومات ما بيني وما بينك او تبادل للمعلومات بيني وبينك بحيس ان انا اقدر اساعدك لو وجهتك ايه مشكلة اثناء التطبيق العملي كمان ان انا اقدر اشوف التصاميم بتاعتك والتطبيقات في التسقاط الجاية في الشغل العامل بتاعنا واقدر ان انا اقول لك اخطائك ايه واقدر اقومك في حالة كان عندك خطأ ما فبالتالي مهم جدا ان انت تشترك في الجروب ده واتسيبهو لك تحت الفوصف الفيديو اخيرا ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده بلايك عشان يوصل لكل انسان حابب ان هو يتعلم الجرافيك زيك ويوصل لأكبر عدد من الناس كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس كان معك حسام سمير انا بتاع ديزاين والسلام امان